اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل ايام تتحى ما سمي بمعارض بغداد الدولي للكتاب على ارض المعارض في بغداد في المنصور بغد النظر عن رأينا يعني باقامة مثل هذه المعارضة وعدم اقامتها لكن واقع الحال واقع ما يصبو اليه هو واقع تاريخ العراق وانه العراق فيه شعب يقرأ شعب يقرأ ويكتب وشعب متعلم ويحب التعليم وبذرة التعليم موجودة في كل نفس اب وام وعائلة واسرة مهما كان وضوحهم قد تجد كثير قد تجد الاب لا يقرأ ولا يكتب امي ربما فلاح او كذا او اي شيء والام ايضا امي قد لا تقرأ ولا تكتب انا نتكلم عن اجيال قديمة لكنه في نفس الوقت لديهم اصرار عجيب على تعليم ابنائهم على ان يتعلموا على ان يدخل المدارس على ان يقرؤوا الكتاب يجب ان يكون رفيقهم لذلك ربط اجيال كثيرة اجيال كثيرة في العراق وهي تسمع مقولة ان الكتاب رفيقك الكتاب خير جليس والناس تقرأ واهل العراق يقرؤون وكانت قديما يقولون هذه المقولة التي تقول ان مصر تؤلف ولبنان تطبع والعراق يقرأ وهي دلالة على ان اهل العراق يعني يقرؤون كثيرا يحبون القراءة يحبون الكتاب ويحبون الثقافة ويحبون الثقافة لكن من عشرين سنة لحد الان انت تلمس انه في العراق خارطة الامية تتوسع من لا يقرؤون ولا يكتبون وصل عددهم تسع ملايين بعد ان كان العراق بلد خالي من الامية بشهادة اليونسكو انا لا تكلم عن نظام شكل نظام جمهوري ملكي لكن شكل ناس ليس لديهم مشروع لتطوير البلد عشرين سنة البلد يدفعون به الى الظلمة الى الخراب الى الجهل الى التجهيل الى الخراب نعم نفرح عندما نشاهد شارع المتنبي فيه الكتب وفيه نفرح نفرح عندما يقام معرض لكن هذا المعرض من يحضره ولماذا ما هو نوع الكتب وشكل الكتب ومن يقرأ كم نسبة الذين يقرؤون في العراق كم النسبة يعني يعني خليسونا دراسة وشوفونا شقد نسبة الذين يقرؤون الآن في العراق وهذه كارثة لأن هناك تجهيل هناك هناك أفكار هناك هناك منهج فكري للتجهيل لدفع الثقافة بعيدا عن العراقيين هذا واقع الحال هناك بقول لواحد من المعروفين يقول بغض النظر عن اسمه يقول لا يمكن أن يطول بقاء عهد ما وهذا واقع حال يعني وهذه ربما هذه مسلمة يقول لا يمكن أن يطول بقاء عهد ما يقصد نظام ما حكم ما برغم عدم كفاءته إلا إذا كان هناك غياب كامل للطبقة المثقفة أو كان هناك تحالف وثيق بين الحاكمين ورجال الكلمة ويتحدث أيضا إذا كان المثقفين إذا كان المثقفون موظفين عد أصحاب المال ذول الحكام اللي يحكمون وأبناء السلطة موظفين عدهم فأن النظام القائم مهما كان سيء سوف يكون بمنأة عن الاضطراب والمعارضة في العراق عندما تضع هذه المقولة على أرض التطبيق تجد الكثير منها صحيح أنت تحتاج إلى المثقف المثقف هو أساس الثورة هو أساس رفض الظاهر الشاذة هو أساس من يوعي الناس باتجاه حقوقهم واتجاه توجهاتهم وأهدافهم هذا واقع الحال لذلك التجهيل مطلوب من هذه السلطات الحاكمة للعراق يجهلون الناس لذلك الأمير تفعل لأنه لا يريدون شعبا يقرأ ويكتب ويعرف حقوقه وهذا من يقوم بها المعلم والمثقف والقارئ الجيد والذي يتم بالكتاب هذا واقع الحال فلذلك معارض الكتب عندما تقام بالوقت الذي تفرح تحزن أنت يعني من يقرأ من يكتب من؟ إذا كانت لدينا طبقة واسعة من المثقفين بهذا الشكل الذي يعرضه المعرض بهذا الشكل أو يريد أن يقول له هذا المعرض لماذا هذا النظام باقع على قلوب العراقيين وأهل العراق يعانون هذه المعاناة ويقتل أبناءهم بالشوارع ويطلعون مظاهرة ثورة تشهرين ويقتلون الشباب الحلوين أكثر من ألف واحد يقتلون في الشوارع وثلاثين ألف يسحلون ويطاردون الناشطين هؤلاء جزء من المثقفين هؤلاء جزء من الذين يقرؤون ويكتبون ويعرفون الحقوق يريدون أن يستثيروا الناس هذه حقوقهم هذا واقع الحال الثقافة مطلوبة في كل بلد الذي يقرأ ويكتب مطلوب لأنه هو عماد أساس النهضة هو عماد بناء البلدان هذا الذي يقرأ ويكتب أهداف القراءة والكتاب وأي معرض هي أحياء التعليم الثقافة كحركة وعي والوع عندما يرتفع يضرب كل الشواث يضرب كل القوانين الباطلة كل الخطوط الحمر التي تضحها هذه السلطات يضربها ميليشيات وميليشيات السرقة وفساد هذا يضربها كلها وهذا ما فعلته ثورة التشرين الحقيقة يعني هذه المعارض فرصة هي فعلا لمرجعيات ثقافية استعادة دورها وتأثيرها في المجتمع لعادة تكوين وعي المجتمعي الذي لا يقبل بالضيم لا يقبل بالقهر لا يقبل بالباطل لا يقبل بالسوء وهذا واقع يحتاج العراق يعني المعرض وقيمة تحت الشعار نقرأ لنستمر وشعار طيب وجميل لكن من يقرأ وكيف نستمر نعم نحن نحتاج إلى من يقرؤون لكي يستمر الشعب العراقي على الطريق الصحيح لكي يذهب إلى الطريق الصحيح لا تستمر هذه السلطات الفاسدة المخربة المدمرة التي أشاعت الفساد وشاعة الخراب وشاعة الجهل والأمية تسع ملايين عراقي لا يقرؤون ولا يكتبون بعد أن كان العراق خالي من الأمية ويفتتح المعرض المالكي يجيب وزير الثقافة بكل طائفيته وضعه على يقص الشريط كيف يقبل هذا الموضوع الموضوع الثقافة أساساً هدفها رسم المعرفة والوعي أما أن تكون واجهة لجلب الشخصيات الطائفية والترويج للشخصيات الطائفية والفكرة الطائفية والتجهيل فهذا غير مقبول وغير منطقي والمعرض لا يؤدي غرضه هنا لسنا بحاجة للمعرض إذا كان استعراض مننا فقط لكي نقول بالظاهر أن نقرأ ونحن نحب الكتاب لا نحتاج إلى هذا نحتاج إلى أن نحب الكتاب ونقرأ فعلياً نحتاج إلى زيادة الوعي والمثقف يكون له دور في دعم المجتمع وفي توعية المجتمع لحقوقه وواجباته واتجاه الصحيح وتحديد بوصلته الحقيقية والصحيحة هذا ما نحتاجه والقضاء على الأمية والقضاء على الجهل والتجهيل هذا واجب المثقف وهذا واجب الكتاب وهذا واجب المعرض معرض الكتاب في أي مكان في العالم أشكركم شكراً جزيلاً ألتقيكم في حلقة أخرى وعلى ذلك الحين أستوليكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة